بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فإن القرآن الكريم هو الميثاق الأعظم وهو الخطاب الإلهي الأفخم جعله الله سبحانه وتعالى حبلا ممدودا بين السماء والأرض من أراد منا أن يكون موصولا بالله عز وجل موصوفا بالفهم عنه سبحانه وتعالى صانعا لكل خير لكل جمال فليقبل على القرآن الكريم تلاوة وفهما وتطبيقا في القرآن الكريم مجموعة من الآيات القرآنية المنيرة التي تخبر عن صفات رصينة يتمتع بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عطاءات إلهية من الله بها على سيدنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات القرآنية قوله سبحانه وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى هذه الآية الكريمة التي تعطي لنا باقات منيرة تتعلق بمكانة سيدنا رسول الله عند الله عز وجل أولاً وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ كلمة سَوْفَ في بعض معانيها تأتي بمعنى وجبة فيكون المعنى هنا كأن الله أحال على ذاته بكل جماله وكماله وجلاله أن يعطي رسول الله حتى يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسوف تفيد معنى الوعد الإلهي هذا وعد من الله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن الله لا يخلف وعده هناك فرق عميق بين وعد إنسان لإنسان وبين وعد الله عز وجل هناك فرق عميق بين الوعد الإلهي والوعد البشري مثلاً إذا وعدت إنساناً ما بشيء ما فربما أتغير على هذا الإنسان لأننا نعيش عالم أغيار وبما أنني تغيرت علي فلن أفي بوعد له هل الله يتغير؟ الله هو الحق ربما تأتين قوة تقهرني على أن لا أفي بوعد لهذا الإنسان فهل هذا يحدث مع الله وهو قوة القوة؟ مستحيل ربما أموت أو يموت هذا الإنسان قبل أن أفي بوعد له فهل الله يموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إذن من الممكن أن يخلف الإنسان وعده أما الله عز وجل فلن يخلف وعده أبداً إذن ولسوف يعطيك ولسوف تأتي بمعنى وجباً ويتحمل معنى الوعد الإلهي والله عز وجل لا يخلف وعده أبداً ولسوف يعطيك العطاء يستلزم ثلاثة أشياء معط ومعط له والأمر الذي سيعطى الشيء الذي سيعطى فهل العطاء هنا بمقاييس ربنا سبحانه وتعالى أم بمقاييس مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه أرجو أن ننتبه هنا ولسوف يعطيك فهل العطاء هنا يكون بناء على قدرات الله عز وجل أم بناء على مكانة سيدنا رسول الله عند ربه سبحانه وتعالى تخيل أن إنسان ما دخل في ود مع إنسان غني ثري يملك الكثير من الأشياء لا شك أن هذا الإنسان الغني سيغدق من هذه العطايا على هذا الإنسان بقدر طاقاته وإمكاناته وقدراته وما يحمل في نفسه من تقدير وإجلال وتوقير وتقدير ومحبة لهذا الإنسان الذي سوف يعطي له فإذا كان العطاء بناء على قدراته سبحانه وتعالى فخزائنه عز وجل لا تنفد أبدا وإذا كان العطاء بناء على مكانة سيدنا رسول الله فنحن ندرك تمام اليقين أنه ليس على الله أحد أكرم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولذلك العطاء الإلهي موجود وقابلية كل إنسان منا لأن ينهل من هذا العطاء أيضا موجود تخيلوا مثلا أن نمثل العطاء الإلهي بالنهر الجال وأن نمثل قابلية كل إنسان منا في أن ينهل ويغترف من هذا النهر بالإناء فكلما كان الإناء صحيحا ليس به عطب ليس به خلل ليس به الفساد كلما استطعت أن تغترف من هذا النهر الجال فتخيل معي أن هذا نهر يجري أمامك وأنت تضع الإناء لتغترف من هذا النهر ثم نظرت في هذا الإناء فلم تجد شيئا أو وجدت نصفه فقط فهل الخلل هنا في هذا النهر أم أن الخلل في هذا الإناء النهر يجري أمامي العطاء أمامي موجود وموفور إذن الخلل في هذا الإناء فعلى قدر ما تصلح إناءك على قدر ما تغترف من هذا النهر أقصد العطاء الإلهي فعلى قدر قرب قلبك من الله على قدر قرب الله من قلبك إذن فما ظنكم بسيد الأولياء بسيد الأطقياء بسيد الصالحين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى هذا الإنسان الذي ضربنا المثال به منذ قليل الغني الثري الذي يملك العطايا والمواهب ويحب إنسانا ما يغضق عليه من هذه العطايا متى يرضى هذا الإنسان المعطلة متى يرضى؟ يرضى إذا حصل على أقصى ما يرجوه من هذا المعطي فمتى يرضى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن رسول الله سيرضى حين يحصل على أقصى ما يرجوه من الله عز وجل ونحن ندرك محبة سيدنا رسول الله لنا حتى إنه كان دائما يقول أمتي أمتي فيرسل الله جبريل لرسول الله يخبره إنا لا نسوءك في أمتك أبدا يا محمد وما زال النبي حريصا على الأمة أمتي أمتي فيرسل إليه جبريل يقول له إنا نرفع أمر أمتك إليك يا محمد يعني قم أنت بحسابهم لكن رسول الله بفطنة عالية يقول يا رب أترفع أمرهم إلي وأنت أرحم بهم مني إذن متى يرضى رسول الله لا يرضى رسول الله وواحد من أمته في النار إن شاء الله نسأل الله عز وجل اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة